بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الوقت الذي يشتبه فيه البعض ان روسيا قد تكون بصدد نصب فخ للقوات الاوكرانية المتقدمة لاستعادة خرسون يرى اخرون انه تحرك واقعي ضمن استراتيجية روسية جديدة بعد تعيين الجنرال سيرجي سورفوكين قائدا روسيا جديدا في اوكرانيا الشهر الماضي نتابع معكم في هذا الفيديو بعد الانسحاب من خرسون اتجميد مؤقت للصراع ام تغيير جذري لاستراتيجية روسيا لمعرفة الاجابة عن هذا السؤال المهم ارجو ان تبقوا معنا حتى النهاية اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي الخميس انها بدأت بما يتفق بدقة مع الخطة المعتمدة في الانسحاب من خرسون العاصمة الاقليمية الوحيدة التي استولت عليها موسكو منذ بداية الحرب الاوكرانية ووفقا لرويترز سيؤدي الانسحاب الروسي من الضفة الغربية لنهر دينيبرو في جنوب اوكرانيا الى تقريب القوات الاوكرانية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 وتقول كييف انها تهدف الى استعادتها ويبدو ايضا انها ستنهي احلام روسيا في توسيع ممر بري متجاور غربا الى مدن ساحلية اوكرانية اخرى او الى ملدوفيا وفي الوقت الذي يشتبه فيه البعض ان روسيا قد تكون بصدد نصب فخ للقوات الاوكرانية المتقدمة لاستعادة خرسون اشار بن باري زميل بارز في الحرب البرية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن الى ما اسمه عنصر الواقعية في استراتيجية روسيا بعد تعين الجنرال سيرجي سرفوكين قائدا روسيا جديدا في اوكرانيا الشهر الماضي ولافتا ايضا الى ان موسكو لا تزال قادرة على اخذ زمام المبادرة اذا كان بامكانها اعادة تجميع صفوفها لشن هجوم جديد او شن هجمات مضادة حاسمة انسحاب روسي صريح تتناقض الطريقة المصممة والصريحة التي اعلنت بها روسيا خططها للانسحاب بشكل جاد مع الطريقة التي قدمت بها انعكاسين كبيرين سابقين رحلتها من كييف في مارس اذار وفي منطقة خاركيف في الشمال الشرقي في سبتمبر ايلول وعلى الرغم من اعلان روسيا انسحابها من المنطقة قالت كييف انها قلقة من الاندفاع وحذرت من انه قد يكون فخا نصبه الكريملين فيما قال العميد اوليسكي في افادة صحفية ان تصرفات القوات المسلحة الاوكرانية لم تترك للقوات الروسية اي خيار سوى الانسحاب لكن في الوقت الحالي لا يمكننا تأكيد او نفي المعلومات حول ما يسمى بانسحاب القوات الروسية من خرسون وقال سنواصل عملياتنا الهجومية وفقا لخطتنا وقال الخبراء الذين يتابعون بوتين عن كثب ان قراره بالتخلي عن خرسون كان ايضا تذكيرا باستعداده لتقديم تنازلات تكتيكية عند الضغط عليه وعن القول الشائع بان بوتين لا يترجع ابدا قالت المحللة السياسية تاتانيا ان هذا يظهر مرة اخرى ان بوتين يمكن ان يكون براجماتيا واضافت من الواضح ان هذا القرار كان قرارا عاطفيا للغاية لكنه اتخذه يمكن ان يكون عقلانيا وتوقع الخبراء العسكريون لأسابيع ان روسيا ستكافح للحفاظ على خرسون لانها لم تعد قادرة على دعم القوات التي انقطعت في الغالب عن خطوط امدادها فيما رأى البعض ان انسحاب خرسون فضح الوضع العسكري السيء لموسكو على الارض وهو امر صارخ للغاية بحيث لا يمكن لبوتين تجاهل تحذيرات سورفوكين بعد الان هل نحن امام استراتيجية روسية جديدة تتطور استراتيجية روسيا الخاصة بالهجوم في اوكرانيا فبينما لم يذهب الهجوم بعيدا كما كان يتوقعه بوتين وقادته العسكريون في فبراير شباط كان عليهم ان يغيروا باستمرار نظرية النصر فبحسب موقع اي بي سي نيوز مع اقتراب فصل الشتاء من اوروبا تسعى روسيا للاحتفاظ باكبر قدر ممكن من الاراضي اثناء التحضير لحملة العام المقبل اما التقرير التحليلي الذي نشرته حديثا صحيفة الجارديان البريطانية فانه يرى ان بوتين يعتزم تجميد الصراع فيما يعيد جيشه الذي تضرر بشدة فضلا عن تجميع وتدريب الاعداد الكبيرة من الجنود الذين جرى حشدهم حديثا والتي تتجاوز اعدادهم المعلنة 300 الف وفقا للارقام الرسمية ويرى تقرير الجارديان ان بوتين ليس في عجلة من امره خصوصا وانه بات يرى ان الحرب تحولت الى صراع طويل وواسع النطاق مع الغرب وعليه فان استراتيجيته الان تتمثل في رؤية كيف تسير الامور بحلول نهاية الشتاء ثم اعادة تقييم الاستراتيجية ما ركائز الاستراتيجية الروسية قال خبراء عسكريون ان روسيا بدت حريصة على تجنب الاخطاء التكتيكية التي رتكبت خلال انسحاب خركيف الفوضوي وغير المنظم والذي وضع مئات القطع من الدروع الثقيلة الروسية المهجورة في ايدي اوكرانيا تعلما من درس خركيف ووفقا للتقدم الاوكراني غير المرغوب امضت القوات الروسية قبل اسابيع من اعلان الانسحاب تحصين مواقع دفاعية على الضفة الشرقية لنهر دينيبرو حيث من المتوقع ان تتخذ باقي قوات الجيش مواقعها وحسب موقع اي بي سي نيوز ترتكز الاستراتيجية الروسية الجديدة الى خمسة عناصر اساسية هي واحد الركيزة الاولى تمثلها روايتهم الاستراتيجية بان هذه الحرب لمقاومة عدوان الناتو والقضاء على النازحين الذين يديرون اوكرانيا العنصر الثاني في استراتيجية روسيا هو حرب الطاقة الاستراتيجية المستمرة ضد الغرب لا يزال بوتين يأمل ان يتمكن من الاستفادة من فصل الشتاء البارد واسعار الطاقة المرتفعة لتشكيل الرأي العام الغربي في نصف الكرة الشمالي ودفع تدخل اوروبي يفرض وقف اطلاق النار بالتوازي مع ضرب الروس للبنية التحتية للطاقة في اوكرانيا مما يتسبب في نقص الطاقة وانقطاع الطيار الكهربائي في جميع انحاء البلاد يتمثل الجانب الثالث من الاستراتيجية في حملة القصف الاستراتيجي في اوكرانيا الروس يستهدفون المدن والبنى التحتية والمدنيين ليس من الواضح بالضبط ما يأمل الروس في تحقيقه من هذه الحملة الركيزة الرابعة للاستراتيجية الحالية هي التعبئة فيما في بعض الاجزاء فوضوية جرى تصميم برنامج التعبئة الجزئي الروسي لتعويض خسائرهم من الافراد واعادة بناء جيش للعمليات الهجومية المستقبلية يوجد ايضا جانب صناعي لهذا والذي يهدف الى استبدال المعدات المفقودة وتحسين انتاج التصنيع العسكري فيما يتمثل الجزء الاخير من استراتيجية روسيا في الاحتفاظ بالاراضي التي استولت عليها بالفعل القوات الروسية وهذا يشمل اجزاء من خمس ولايات اوكرانية اعلن بوتين ضمها رسميا في سبتمبر ايلول اذا هي سياسة الكر والفر ماذا يريد الثعلب بوتين من هذا الانسحاب الغامض والمثير من خرسون هل يريد ان ينصب فخر القوات الاوكرانية ام ان هناك تفاوضا سريا يجري ما بين الولايات المتحدة الامريكية وما بين روسيا بحيث تنسحب روسيا من بعض المناطق والتي يبدو للعلن انها انتصارات توقفت عندها المعركة اي ان الاوكرانيين امام شعبهم يكونوا قد حققوا بعض الانتصارات الرمزية بعد خاركيف ودخول خرسون ويجري التفاوض على الوضع الراهن او على الارض ما لبوتين لبوتين وما لكييف لكييف اي يعطى جزء من خرسون لكييف لكي تسكت عن ضم باقي الاجزاء لروسيا هل تعتقدون ان هذا الاحتمال وارد؟ ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته